مسائل نروي الهنا الاهلاق ومهارنا قبل ما نبدأ ياريتنا صلى على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام وما تنسوش تضامني باللايك وقومنت الحل ويلا بسرعة نشوف قصتنا النهاردة بتحكين ايه كانت وقفة بنت اسمها حور قدام ابوها السكران الا الا هل هو عايز يعملوا فيها ما اقول يا بابا ما اقول هتعمل فيها كده هاي استباني الواحد غريب هلشان الفلوس بقولك ايه يا بيت انتي انا مش عايز صدع انت هتضيع ليه الدماغ اللي عملها ولا ايه انا مش عارف انت بتعمل كده ليه هو في ابي يعمل كده في بنته اه انا يا اختي بعمل كده وبعدين مش عارف امك بالتني بك ليه هو سبيتك ليه وغرت في دهية دماغها نزلت بحز على كلمه على امها اللي راحت لربها اللي احنع لها من ابوها خرم عليك بدل ما تبقت لها الرحمة بتقول عليها كده انا مش عايز وجع دماغ الراجل جاي كمان شوية علشان ياخدك وتروحي معها على البيت ده انت بتتكلم بجد بقى ويطلع مين بقى هو ان شاء الله اللي قبل يشتري واحدة من ابوها اكيد راجل كبير هو مخرف علشان يوفق عليها بلده لا يا اختي هو انت الصدقة ده الزئب عمرها ما كانت تتوقع انها تقع مع الزئب مستحيل تقع معاه مين ينهر السود الزئب الزئب اه يا اختي راجل غني وملوه دومه كده يعني من الاخر الخزنة بتاعتي ده نه ده نه اسمع عنه انه مباح عنده كل حاجة اللي صحي ولا ما يصحش والحلال والحرام كل حاجة بيعملها وده اللي عجبني فيه لما بشوفه هناك في البار ما تشوفش انت البنات اللي هناك بتكون حوالي ازاي زاي الرز بابا بابا ارجوك ما تعملش فيه كده انا عمر ما شوفته بس لما بسمع عنه بخاف بخاف وبكشف نفسي اللي تبعني لي كده يا بابا امشي يا بيت غري من هنا ده تكدهية نكدهية زي امك بالزبط دخلت حرقضتها وعندت على سررها الصغير وابتدت تعيتها لنفسها لانها بتواجه حياة صعبة مع ابوها من بعد ما امها سبتها وهي بنت صغيرة عندها عشر سنين عيطت وهي ما تعرفش عدع لها وقتها دي اترعش قسمها لما سمعت صوت شخص غريب مع ابوها اتلبش قسمها كله من نبرد صوت القوية شهقت من الخوف لما سمعت ابوها بنت دع لها ما خرجتش من قضتها لانها خيفة من اللي هيحصل لها فتح ابوها الباب هو انا مش بناد عليك بقالي ساعة ما جتش ليه لا انا مش عايزة اخرج انا خيفة لا مستحيل قلت لك امه اخرجي الراجل مستن برا مش هقرر كلامة تاني وإلا انت عارفة هامل فيك ايه اول ما فهمت حر قصدو ايه حاضر حاضر بس ارجوك متعملش في ايه حاجة تاني خرجت وهي متوترة وبتفرق في ايدها هي خايفة من مقابلتها معا بسبب اللي بتسمع عنه من الناس واسلوبه بينهم وقفت قدامه وعنيها في الارض من الخوف والتوتر سمعت صوته وبيقول لابوها ايه ده هي العروسة مكسفة ليه هي دي حاجة جديدة عليها ولا ايه حمدي معلش يا باشا اصل بنت غير اي واحدة من اللي انت مشغلهم دي الوحيدة اللي فيهم شريفة يا باشا وهي كمان بنتي ما هو الخوف كله من انها بنتك يا حمدي امزق بوقف وقرب من حور اللي كانت بصة في الارض بخوف لفحة ولا نحور واني عليها طيب مبدئيا كده انا هديك فيها مليون جنيه ولو انه كتير او عليها اصلا شكلها عيلة مش فاهمة حاجة قليل او يا باشا بقول لك بنتي ده اللي عندي يا حمدي مليون جنيه وكمان هديك مزاجك بتاع كل اسبوع هتاخده مني انا كل يوم ايه رأيك موافق يا باشا طلع ازاي بضفتر شيكاته من جيبه وبدأ يكتف فيه المبلغ ويمدي وقدش شيك لحمدي بعد ما خلصه وقرب من حور حس كده بقى خدت الشيك يلا بنا قط اترعشيت بخوف اول ما سمعت جملته بصت لابوها وهي بتستنجد به لكن حمدي كان مركز في الشيك اللي بقى في ايده خلاص لا لا انا مش عايزك ارجوك ارجوك خليني هنا في بيت بابا خليني هنا علشان ذكريات القليلة مع ماما هنا انا مش عايزة امشي من هنا يعني ايه مش عايزة تمشي انا دفع فيك مليون جنيه حلوة لا انا مش عايزة اروح معك في اي مكان حرم عليك اللي بتعمل فيها كده انا مش من البنات اللي انت مشغلهم زي ما قلت من شوية يبقى لي بقى دلوقتي عايز تخليني منهم امشي يا حور امشي مع البشا من سوكات علشان انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه مش عايزة اروح معا انا ممكن دلوقتي حالا اطلع اجري وهرب منكو وما حدش فيكو هيعرف يوصل لي ابدا مهما حاولته جريت حور ناحية الباب علشان تنفس تهددها لكن وقفت لما في ايد منعتها بصت للزئب اللي جير عليها وامسك ايدها علشان يمنعها من تنفيذ خطتها هتبقى غبية اوي لو عملت كده انت عارفة اني ممكن اجيبك من اي مكان هتروحي حتى لو رحت الامر او ورا الشمس زي ما بيقولو طب سبنا ارجوك انت هتردها على نفسك انه اروح معاك وانا مش عايزة هتردت تخدني معك غزبين عني سقطت من تلقاء نفسها لما افتكرت انها حتى متعرفش اسمه الحقيقي مسحت دموها لما حست انها خلاص مش هتقدر على اللي اتنين خفت ضعفها مع دموها وظهرت قوتها اللي اخدتها من امها اللي يرحمها انا حتى معرفش اسمك ايه بس اللي عرفه عنك يخليني اكرهك طل عمري وما نجذبش لك خالص واكيد انت فهمني كان الزئب مصدوم من تغير هالجزر اللي حصل انت ضمن قوتها اللي ظهر لها الشراسة والتحدي اللي شافهم فانيها ما كدبتش خبر لما قلت عليك قطة وفعلا طلعت قطة وبتخربش كمان انا متأكد انك اول ما تخربش هتخربش اصحابك وانا حابب نروضك وخليك قطة متعلي انا وبس وانا مش عايزة اروح معاك ويردت تتقبل ده بسهولة مش عايزة اروح معاك في اي مكان انا مستحيل سيبك انا دفع فيك مليون جنيه وبعدين اللي انا شفته دلوقت ده وش رصتك دخلت دماغي اكتر واكتر علشان كده مستحيل سيبك وانت هتيجي معايا ومزاجك او غضب عنك مسك هالزئب من ايدها تحت ما حاولت منها للهرب اما ابوها فهو بصل الشيك اللي في ايده ودحك بساعدة لانه تخلص منها وبقى معا فلوس كتير اوي زي ما هو كان عايز وصل الزئب للقرية الكبيرة اللي هو عايش فيها قرية هو اللي بيحميها على مزاجه مش معترف بها باي قانون غير قانون الزئب الخاص بي دخل بيته ودخل حرما بالغضب جرية البنت اللي بتغدمه اول ما سمات صوته وقفت قدامه بخوف مستني يا اوامره كانت البنت خايفة ومرعوبة منه مين ما يقدرش يترعب منه دلوقتي انت بقيت بتاعتي بتاعتي انا وبس انا الوحيد اللي ليه الحق افت صرفاتك انا اللي قديك الاوامر وانت هتنفذها من غير اي كلمة من غير اي اعتراض مفهوم يا قطة لا مش مفهوم لاني مش بتاعت حد قلت لك دا كزا مرة ويريتكم بتفهم علشان ما اضطر شاعت كلامي مرتين لاني بتعب قوي كل مرة بتثبتي انه عند حق وانك قطة شرسة ومحتاجة ترويد وازظاهر كده يا قطة ترويدك هيكون على ايدي انا ها هنشوف مين فينا الا هي رود التانية قطتي خذها على القوضة اللي فيها كل اللبس والميكوب اللي ممكن اي عروسة تحتاج يوم فرحة وانا هخرج وارجع بالليل وانت عارفة مواعيد يا صفا ياري ترجع لقها عروسة مستني يعرسها انت فهمة حاضر يا زئب اللي تؤمر بي هيتنفس بالحرف الواحد حلوة قوي عايز ارجع لقها مستنيان يا صفا ولو ايه اللي حصل اللي قلت ويتنفس انت فهمة وياك ارجع لقها غير كده وإلا انت عارفة كويس ايه اللي بيحصل لما يكون متعصب حاضر حاضر سلام يا قطة مش هاجب عنك شوية ورجع لك علشان نبدأ حياتنا سوا نشوف مين اللي هيرود التاني عايزك تسمعي كلام صفا وتعرفي انا لما بزعله واتعصب ايه اللي بيحصل عشان بس اتخذ احتياطاتك وتخفي مني كل ده كانت حر وقفة مستمعه بس هي بتحول تستكشف شخصية الزئب اللي بحلت من وجهة نظرها لكن لما سمعت كلامه الاخير اتعصبت وضغزت منه وهو فكرها بخوفها منه انا عملي ما اخف منك لاني شفتي كتير قوي في حياتي هو مبقاش فارق معايا لاني مبقاش عندي حاجة اخصرها اصح اللي انت عايزه نوالي مش هيحصل حتى لو عملت فيها ايه لان اللي يمكن اكون المستنقع المريض بتاعك انت واللي المفروض يكون ابويا عمري ما هكون بنت من اللي انت تعرفه لاني مش من بنات الليل ممكن توديني القوضة بتاعتي يا صفا لاني مش قادر اقف هنا اكتر من كده مشيت خطوتين وبعدين وقفت لما سمعت ستة سئفة اتكلم بقوه هو بيقول حلو حلو قوي صدقين يا قطة هنشوف ايه اللي هيحصل لما ارجع واللي انا عايزه هيحصل سواء بمزاجك او غصب عنك سبها الزقب وخرج من غير ما يدي لها فرصة حتى ترد عليه سبها وخرج من البيت خالص وهو حاسس بحاجة غريبة هو الاول مرة في حياته من وقت ما حصل على لقب الزق حد يقف قصده من غير خوف ركب عربيتو وبص البيتو قال مغلطش لما اخترتك انت بالذات يا حور كان لازم انت الوحيدة اللي تخرج من المستنقعدة وتروحي لشخصي قدرك صح ووعدك اني هكون الشخص ده اما حور وسمحت لنفسها بالانهيار مهتمتش وجود صفة اللي بستت لها بزهول وشفقة وقعدت جنبها وقالت لها متخفيش انت هنا في امن صدقيني امن ايه اللي انت بتقول عليه انت عارفة نبيت مين دلوقتي في بيت اكتر شخص ما بيرحمش وبيدس على الضعيف والغريب شخص مريد ومهوس بانه يشوف الناس بتتبهدل قدامه شخص بيقوم مبسط وفرحان وهو شايف الخفاين الناس اللي قدامه شخص مريد بمعنى الكلمة هيبقى ازاي عايزاني مخافش ازاي بتقوليه اني بقيت في امان صدقيني هتعرفي كل حاجة في وقتها بس المهم دلوقتي تقومي معي علشان ننفذ اللي هو عايزه مستحيل مستحيل اعمل كده انتي فهمه مستحيل ازا كان ابويا مش عارف دينه كويس هو بعني بسهولة كده انا بقى عارفة ديني كويس اوي هو مستحيل اغضب ربنا علشان ارضي رغبة الشخص المريدة مستحيل حتى لو هيعمل فيه ايه ارجوكي ارجوكي يلا معي علشان انت ما تعرفيش هو بيكون عامل ازاي لما بيتعصب ارجوكي امي معي ولو مش خيفة على نفسك خفة علي انا حتى الان انا عارفة انه لو رجع وملقاش اللي هو عايزه هيئزيني انا وعلتي ارجوكي امي معي انا وعدك انه مش هيعمل لك حاجة انا احاول اتكلم معاه واخلي على الاقل هي تجاوزك الاول حطت ايدها على ودنها وهي رفضة تسمع كلام من سفق اكتر عنه وقالت لا لا مستحيل انا مش عايزة تجاوزه انا مش بطيقه ازاي هتجاوزه انت بتقولي ايه صدقيني هو احسن من غيره كتير اوي وقلتلك هتعرفي كل حاجة بعدين في وقتها ودلوقتي يلا امي معي حضر هجي معك راحت حور مع سفا وهي مش عارفة ايه اللي هيحصل لها تاني في حياتها نزلت دماغها وهي بتبص حواليها على البيت اللي كان بينا عليه كأنه مهجور وما فيش في دفع او امان تحس بهم علشان تطمن شوية دخلت القوضة مع سفا وقعدت على السرير قدام التسريحة كانت دماغها بتنزل من عينيها لوحدها كأنها مسلوبة الاراضة بدأت سفا تجهز لها الهدوم المناسبة وتختل لها الميكوب المناسب انت ما شاء الله جميلة مش محتاجة تحطي ميكوب ممكن نكتفي بشوية لمسات بسيطة تزهير جمالك اكتر فضلت سفا مستنية رد حور عليها لكن لا حياتا لمن تنادي هزت سفا رسها بشفقة على حور وبدأت تشوف شغلها قبل ما الوقت يجري بيهم وبعد خمس ساعت رجع الزئب البيتو ودخل القوضة اللي قال عليها لصفا وقف ما كانوا عند الباب اول ما دخلوا هو مصدوم منحور اللي كانت قاعدة على السرير وهي لبسة فستن ازرق ماشي مع لونانيها قرب الزئب منها وهو مبهور بشكلها اللي ظهر اكتر في اللبس والميكوب اما حور فهي كانت قاعدة على السرير بعد ما خلصت صفا وثابتها كانت سرحانة في حياتها الجاية اللي ما تعرفش هي كون عاملة زي دلوقتي ما حستش بالوقت اللي جيرا بها ولا حتى حست بيوجوده معها في القوضة اول مرة عرف ان حمدي بيجي من وراء حاجة حلوة هو مختلفة اوي كده بعدت حور عنه وهي خايفة منه لكن دارت خوفها منه بسرعة هو ما ردت شالي وقرب منها الزئب اكتر وقال لها تعرفي انك حلوة اوي ومن حسن حظي انك بقيت معي دلوقتي حاولت حور كتير اوي تفهم ايه اللي بيحصل حواليها ومعنى كلام صفا اللي خلت شك يدخل قلبها لكن ما عرفت انت عايز مني ايه ارجوك سيبني في حال انت عارفة انا عايزك لي لأ مش دي الحقيقة قولي الحقيقة هي انت قصدك ايه بالكلام ده كانت هتتكلم وترد علي لكنه حب انه يرجع يسيطر عليها فقال مالكي عدد في ايه ان دفافكي مليون جنيه وانا سبق وقلت لك عمري ما هكون من البنة اللي انت تعرفهم دول انا عارف انك غيرهم علشان كده قررت انك جاوزك انا مستحلة وافق عليك ابدا انت مجبرة مش مخيرة يا عطة ودلوقتي هسيبك علشان ترتاحي علشان كتب الكتب قريب قوي سب هزئب وخرج من القوضة ودخل قوضة تانية بعد ما خبط على الباب وفتح الباب ودخل بعد ما سمح ليه الشخص اللي جوا جريت البنت عليه اول ما شفته هي بتقوله لا عملت كده يا زيدان سفا لازم تخرج من المستنقع اللي هي عيشة فيه علشان مصلحتها ده امانة عمتي وانا اللي اتأخرت عليها قوي بس كل شيء بقوانه ما تحملش نفسك فقط اتها يا حبيبي انت حصل لك كتير قوي في حياتك علشان كده ما تلومش عليها سفا ارجوكي ما تخليهاش تشك في اي حاجة ابدا انت فهمها حضر يا حبيبي ما تقلقش عدت الايام على حور في بيت الزئب اللي بطلت تشوفه كل الايام اللي عدت عليها كانت دايما تشوف صفا بس وتتكلم معها وكل كلام عبر مش اكتر اتعودت حورة على البيت نوعا ما اتعودت على صفا اكتر اما بالنسبة لعدم موجوده معها في البيت فهو كان شاغل دماغها وتفكيرها شوية كل يوم كانت بتفكر هو فين ولي مش بيرجع البيت كل يوم كانت اجابتها واحدة هو انه في المستنقع اللي يشبهه ويشبه الناس اللي زيه زي ابوها كانت قعدة مع صفا في المطبخ وهي بتطبخ الاكل قررت حور انها تسألها عن الحاجات اللي شغل تفكرها صفا هو فين مش بيجي ليه هو من يحور الزئب هو في غيره يعني اه بصي هو اوقات كتر او بيعد بالايم والشهور وما بيجيش البيت وده علشان شغله اصله شغله بصراحة متعب قوي وايه هو الشغل ده شفت الاراضي الزراعية اللي على اول القرية هو اللي زرعها علشان اهل القرية ناس فقرة هو مش لقين حتى الاكل فهو حب يساعدهم وعمل لهم الاراضي بكل حاجة يقدروا يحتاجوها علشان بس يكلوا معقولة معقولة واحد زي الزئب وقانون المرعب ده يا ملك ده مع اهل القرية قلتلك انت ما تعرفيش عنه حاجة هو غير ما بيبنع لي هو بين اسي اوه مغرور ومتكبر بس لو قربت منه وشفتي بقلبك مش بعنيك هتعرفي قدي ايه هو شخص مختلف عن الظاهر صفا انت حبيبته مش كده استغربت صفا من سؤالها وما قدرت شترد عليها ما تستغربش اوي كده يا صفا انتي مش شايفة شكلك ولا بتسمتك وانتي بتتكلم عنه في الوقت ده حست صفا ان حور قربت تعرفي الحقيقة بسبب انها مش قادرة تسيطر على تصرفتها لا ايه هانب وبعدين هي لين تعلي عن الحاجب ما ينفعش خلص وبعدين هو اللي فضلك بيرأو علي ولو لا ما كنتش هبقى معك دلوقتي هي اللي يا حور تعلي ساعديني علشان زمنه على وصول وبعد وقت كانت قاعدة حور في الجنينة بتاعت البيت كانت بصة في السماء وهي بتفكر في ابوها واللي عملوا فيها حسد بزيدان لما قاعدت جنبها وقال لها باشتياء واضح ازايك يا حور هعمل ايه انا الحمدلله وحشتك يا قطة مش كده اتكسفت حور من سؤاله ووشها كله احمر ما عرفتش ترد عليه خلص خلص ما تتكسفش كده وغضوطك تقلب احمر سقطت حور من غير ما تتكلم كنت مرتاحة مني مش كده يعني فكرة انك كنت لوحدك مع صفا كانت مريحكي اكتر ما تكوني معايا انا حبيت صفا جدا وحبيت القاعدة معها حستها مني كده هقبل ما تحبيني انا كمان هم ومن يحور انا حبيب اتكلم معك في موضوع مهم اتفضل انا سمعك انا فكرت كتير اول ايام اللي فاتت دي ولقيت انه انسى بحللنا اننا نحاولنا تقبل بعض فترة ولو تقبلنا بعض نتجاوز ولو لا يبقى كل واحد فينا يرجع لحياته بس مستحيلة سيبك ترجع الحمد انا قصر مش هايزة رجع له عارف انا لحد دلوقتي مش مصدق انه بيعمل كده في بنته ومش بس كده كان دايما بيتخنق مع ماما ليه مش عارفة ما انها كانت بتعمله كل حاجة علشان بس يكون مبسوط معانا حتى بعد ما راحت قلت انه هي احتويني علشان بيقيت لوحدي بس اللي حصل العكس هو بقى بيتلكك على كل حاجة علشان يطلع قدته المريض علي كان بيبهدلني قوي انا مبسوطة اني بات عنه بس انت اسوأ منه واكيد هيجي اليوم اللي هتعمل فيي اللي هو كان بيعمله معايا هو عمري ما اعمل معك كده يا حور على فكرة انا مش وحش هي بس الظروف اللي خلتني وحش مش اكتر هو معايا الوقت هتعرفي ممكن اعرف اسمك الحقيقة زيدان يا حور ودلوقتي نتعمل سوا على اننا اصحاب ارائي موافقة جدا على الاقل هيكون عندي حد حكيله اللي مدايقني وبعد فترة فعلا بدأ زيدان يتعمل مع حور على انها صاحبته وصدقته حور كمان كانت بتعمل معا على هذا الاساس اتقربوا جدا من بعض لدرجة انهم لما كل واحد كان بيرحى لقوته بيتكلموا مع بعض على التليفون لحد ما واحد فيهم بينما على الصوت التاني وفي الفترة دي حور عارف تقدي ايش اخصية زيدان واللي فيها فرق بنسبة 360 درجة عن شخصية الزيب ابتدت مشاعر حور تتحرك ناحية زيدان وادرت انها تعترف لنفسها بالمشاعر لكنها مستنية الوقت المناسب علشان تقدر تعترف لزيدان بها وفيهم كانت وقفة في بلكونة قضتها وهي مستنية زيدان اللي اتأخر في شغله على غير العادة شافت عربيته وهو داخل من البغبة جريت بسرعة ناحية المراية وبدأت تزبط شعرها ونفسها علشان تشوفه اول ما طلع على قضته اللي جنب قضتها اما زيدان فهو اول ما دخل البيت كان هيطلع على قضة حور وبعدها قضته لكن وقف اول ما خرجت صفة من قضتها مسكت ايده ودخلت قضتها زيدان انا بقول كفاية اوي كده لازم نقول لها انا فعلا قررت خلاص يا حبيبتي انها اقول لها كل حاجة خليها تعرف ازاي شخصية زيدان راحت علشان تظهر شخصية ازاي متأكد من الخطوة دي انا لحد النهاردة للسباح لنب اليوم ده هتقدر تسترجع زكريات اليوم ده وانت بتحكي لها هقدر يا صفة خلاص انا مبقش زيدان بتاع زمان تعرف اني بحبك اوي يا زيدان انت الوحيد اللي انا طلعت به من الدنيا دي هنا كمان بحبك اوي يا حبيبتي ومش عارف من غيرك كنت هكمل ازاي لحد النهاردة يلا هرو حرتح شوية تعال وصلك لحد الباب برا مشيت صفة معي زيدان لحد باب قضيتها واول ما فتح الباب علشان يخرك اتفاجئ من حور اللي كانت وقفة نحية الباب والدموع فعنيها حور انت هنا من امتى بس ما تقربش مني علشان انا ارفان منك اوي ومش عايزك تتكلم معي نهائي انت فاهم حور انت فهم غلط فهم غلط والله العظيم انا فعلا كنت فهم غلط كنت فهم انك ممكن تتغير وتخرج من المستنقع المؤرف ده بس انا طلعت غلطانة لانك دخلت في بزيادة اوي حور استنها فهمك تفهمني ايه تفهمني اني مغفلة وحبيتك وانا زي العبيطة وقلت انك بتحبني زمانة بحبك وانتي يا سفة ازاي تقبلت تدخل لمستنقع زي ده طب كنت قولي ليومها انك بتحبيه وانا سألتك وانتي خبيت علي لعملت كده يا سفة حور والله العظيم انت فهم غلط انا وزيدان ولد عم واخوة فر دعا والله مش اكتر من كده وانتي بنت عمتنا ايه انتي بتقولي ايه والله لازم بقولي الحقيقة زيدان قلها الحياة اللي انت كنت نوت قلها لها دلوقتي زمان يا حور كانوا عايشين ثلاث اخوة مع بعض بابا وعمي وعمتي كانوا عايشين في سعادة وسلام لحد ما دخل حمد اخوك في حياة عمتي اللي هي امك وقعها في شباك وحبته رغم تحذر بابا وعمي لها بس الحب كان عمانيها حقيقت البشعة بابا وعمي كانوا رفضا علاقتنا بعمتي بس هو لايب في دماغها وخلها تطلب ورسها بابا وعمي نفذوا رغبتها ودوا لها الورسة وخيروها بينهم وبين حمدي بس هي اختارت حمدي واتجوزته خد حمدي كل فلوسها على القرف اللي هو بيشربه كانت حامل فيك وجات البت عندنا علشان عايزة فلوس لحمدي بابا وعمي مرضوش يدع حاجة قدي ايه حالتها صعبة مع حمدي بابا وعمي خدوها تعيش في البيت معهم وخصوصا لما عارفوا بحملها فيك حمدي جالها البيت وقال لبابا وعمي انه هيتعدل ويمشي في الطريق الكويس علشانك بابا وعمي امنوا لشغله معهم في الشغل لحد ما تمكن من السقل هم مدوا هالو وخلهم يمضوا على عقد بيت بكل ممتلكتهم باسم عمتي واخده ومشة من اسكندرية على القاهرة بابا ما استحملش الصدمة وقع في ساعتها وحمدي وقتها اجرنا ساعت علشان يوقعوا عمي وبابا وفعلا ماته عمي ابو صفا وانا وصفا بقناة تماما غير اببهات امي وامها عاشوا سوا وربنا لحد ما عمتي ظهر التاني وجات في يوم لماما وابتدت توصيها عليك وعرفنا بعدها انها ماتت وكنا هنجي نغدك لكن مرة عمي تابت وبعدها امي وفي الفترة دي كنت شاب صيع يا حور عملت كل حاجة مباحة وغير مباحة كان لازم اخد جزائي ودخلت السجن واخدته يا حور ولما طلعت بقيت الزئب اللي الناس كلها بتخاف منه ودخلت حياة ابوكي علشان بس اقدر انفز وصية عمتي واخر رجيك من المستنقع بتاع ابوكي واليوم اللي قلت له هاخدها منك واشتريها كان عايز يباكل حد تاني والبق انت عارفاه ما اقوله ما اقوله بابا يعمل كل ده انا بجد مش مصدقة ما تصدقش لي يا حور اللي يقرر يبا بنته يعمل اقتر من كده طب ليه ما قلت ليش من اول يوم كان لازم نستنى يا حور وخصوصا اني كنت بجمع الاوراق اللي ادين حمدي وقدمها للبوليس وهم دلوقتي بيتصرفوا معاه عيطت حور وهي مش مصدقة اللي ابوها عاملوا في امها وعيلتها انسي يا حور انت دلوقتي بقيت معانا صدقيني احنا هنكون ايد واحدة وهنعوض بعضا عن كل حاجة ده حكت حور وفقرت في كلامها وعرفت ان ربنا عوضها بهم صح هندك حق انا مزعلنة علشانه بالعكس انا زعلنة علشانكم احنا خلاص قدرنا نتخطى اللي حصل وانت كمان تخططين وبعد انتعلي هنا انت قلت انك حبيتني يا حور انت قلت انك حبيتني يا حور هانم ده ازاي وامتى انا حبيتك يا زيدان حبيتك من حنيتك عليا وحبيت شخصيتك الحقيقية ما عرفش امتى وازاي انا حبيتك وانا كمان حبيتك من اول مرة شفتك فيها يا حور لما خرقتي خايفة من قبتك كان نفسي وقتها اضمك لحضني وقولك ما تخفيش انا هكون امانك اللي انت مفتقدها حبيتك يا حور ما عرفش امتى وازاي لكن احبيتك حيس كده بقى يبقى نجيب واحد مأزن وصلحه دحكوا كلهم على جملة صفة وحضنوا بعض كلهم وقالوا اوعدكم انها كون السند والظهر لكم طول ما فيها النفس واتجاوزوا زيدان وحور وعاشوا مع بعض في ساعدة وبعد سنتين اتجاوزت صفة من صاحب زيدان وسفرت معه وحورو زيدان خلفوا بنتين توقم وعاشوا في ساعدة مع بعض وانقول توتا توتا خلصت حددتنا النهاردة يا ترى حلو اللي مالتوتا واستنوني في حكاية وروايات تانية كتير ضمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته